بضعف عدد مثيلاتها العام الماضي تدخل واشنطن وبيونج يانج منورات عسكرية مشتركة جديدة تحمل اسم درع الحرية المنورات العسكرية التي تجري في الفترة من الرابع إلى الرابع عشر من مارس الجاري تهدف وفقاً لما أعلنه الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي إلى تعزيز وضعهم الدفاعي المشترك وتركز على عمليات متعددة المجالات من خلال استخدام الوحدات البرية والبحرية والجوية والسبرانية والفضائية إلى جانب مواجهة التجارب النووية لكوريا الشمالية الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي أعلن كذلك أنهما سيجريان نحو 48 مناورة ميدانية وأن أفراداً من 12 دولة عضواً في قيادة الأمم المتحدة سينضمون للتدريبات بما في ذلك استراليا وبريطانيا والفلبين وتايلاند وذلك تحت مراقبة لجنة الأمم المحايدة للإشراف التدريبات العسكرية الجارية حالياً تأتي وسط تصاعد التوترات بسبب استمرار بيونج يونج في التلويح باستخدام القوة العسكرية وإطلاق المدفعية قرب الحدود البحرية الغربية وتنفيذ سلسلة من الاختبارات الصاروخية بيونج يونج لم تقف صامتة أمام التدريبات العسكرية لسول وواشنطن ووصفتها بأنها تدريبات على غزوها رغم ما تعلنه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن تلك التدريبات بأنها دفاعية تماماً